في ليلة مباركة من ليالي رمضان المعظم كرم أطفال وطلب من حفظة كتاب الله الذين ختموا القرآن الكريم في سنة واحدة بزاوية الشيخ عمر بركان بولاية برج بوري ريجة لقد تشارفت زاوية الشيخ عمر بركان ومشرف عليها جمال بركان بتكريم هذا الطلبة والطالبات الذي قدموا وحفظوا القرآن الكريم كانت كل سنة ينوذوا الصباح والعشية ويجيوا يقرأوا وفي البرد وفي الثلج وفي المطر يعني جزاهم الله خير ها نحن نجتمع اليوم هنا لنفرح بأن من الله علينا بحفظ كتابه الكريم نجتمع لنظهر الفرح لنشكر الله فهذا هو أجل ما يحتفل به وأعظم ما تقر به العيون وتفرح به القلوب وتسكن به النفوس طلبة أبوا إلا أن يعكفوا على حفظ كتاب الله عز وجل ورفع رغية الأمة والصعي نحو جيل صاعد من خلال دعم كامل من زاوية يعود تأسيسها إلى عشرة السنين هذه المدرسة القرآنية التي تسعى جاهدة لتخريج عدد كبير من طالبات وطلبة العلم وقراء القرآن الكريم وفقنا الله وإياهم إن شاء الله وهذا نوعا أو هذا الحفل ما هو إلا بداية لتكريمهن وتكريمهم جميعا المناسبة كانت فرصة لتوجيه تحية تقدير لمجهودات معلمي هذه الزاوية التي تواصل كفاحها في سبيل تحقيق هدفها المنشود